موسيقى السلام عليكم ورحمة الله حصد الأسبوع من قناة يو اي تي في في العاصمة كييف أصحابكم فيه أنا محمد زاوي البداية من انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب ما وصفته بتحيز المزمن ضد إسرائيل وغياب الإصلاح وأعلنت السفيرة الأمريكية بالمنظمة الدولية نيكي هيلي قرار الانسحاب بينما كانت واقفة إلى جانب وزير الخارجية مايك بومبيو خلال هذا الأسبوع بمقر الوزارة في واشنطن وانتقد التهيلي روسيا والصين وكوبا ومصر لعرقلتهم الجهود الأمريكية الرامية لإصلاح المجلس على حسب ما قالت يأتي هذا في وقت حذر فيه نشطاء من أن هذه الخطوة الأمريكية قد تجعل تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم أكثر صعوبة لفترة طويلة كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مدافعا عن منتهكي حقوق الإنسان ولا تزال أكثر الأنظمة اللا إنسانية في العالم تتفادى التدقيق في أفعالها ويواصل المجلس تقديم أولئك الذين يلتزمون بتعهداتهم ككبش فداء في الوقت نفسه أريد أن أؤكد أن هذه الخطوة لا تعني الانحراف عن التزاماتنا في مجال حقوق الإنسان هذا وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه من السحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان وقالت الممثل العليا للاتحاد الأوروبي لسياسة الخارجية والأمن فيدريكا موغيريني إن هذه الخطوة تضر بدور الولايات المتحدة كمدافع ومؤيد للديمقراطية وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل جهوده في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار هذا المجلس من جانبه عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين عن خيبة أمله من موقف الجانب الأمريكي في أشأن اليمني أعلن التحالف بقيادة السعودية خلال هذا الأسبوع سيطرته على مطار الحديدة باليمن سيطرة تامة ووصل مهاجمة جيوب للمقاومة الحوثية بالقرب منه وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في مقابلة مع تلفزيون العربية خلال هذا الأسبوع إنه تم تدمير التحصينات والعناصر الحوثية المتواجدة في شمال المطار وجاء دخول المطار بعد معارك عنيفة دارت عند المدخل الجنوبي بتزامن مع غرات مكثفة لطيران التحالف في سابع أيام أكبر عملية عسكرية للقوات الموالية للحكومة ضد المتمردين الحوثيين منذ نحو ثلاث سنوات ونبقى في شأن اليمني حيث عبر الأمير زيد بن رعد الحسين المفوذ السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه البالغ من هجمات التحالف بقيادة السعودية والإمارات على ميناء الحديد اليمني وقال الأمير زيد في آخر كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جناف خلال هذا الأسبوع إنه يخشى سقوط عدد كبير من الضحايا جراء الهجمات وأثرها الكارثي وسبق وأن حذرت منظمة الصحة العالمية من تأثيرات تصاعد القتال حول مدينة الحديدة على حياة مليون وستمائة ألف شخص في حين طالبت منظمة سياج لحماية الطفولة في اليمن بالتدخل الفوري وإنقاذ مئات الأصل أؤكد على قلق العميق فيما يتعلق بهجمات التحالف بقيادة السعودية والإمارات على الحديدة والتي يمكن أن تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ولها تأثير كارثي على المساعدات الإنسانية هناك وفي شأن اليمن نبقى حيث أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في هذا الأسبوع أن مدينة الحديدة في غرب اليمن تشهد حركة نزوح كبيرة مع احتمال اندلاع معارك في شوارعها بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين وأكد البيان أن المدينة التي تضم ميناء رئيسيا تدخل عبره غالبية المساعدات والمواد التجارية تشهد منذ يومين حركة نزوح على نطاق واسع من دون أرقام محددة وأعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من ثلاثين ألف شخص فروا من محافظة الحديدة بسبب المعارك منذ بداية حزيران يونيو بينهم أكثر من ثلاثة ألاف شخص من مدينة الحديدة مركز المحافظة نحن في عبطة الحديدة أنا نازح لصنعاء بسبب الضرب أنا ساكن في الربسة مقابر سورة المطار هربنا من الحديدة بسبب الضرب بسبب الطيران والقصف وقطع علينا الماء وكالبة مامش في حي الربسة جوار سورة المطار وعندما رأينا هذا القصف العجوائي الذي يبهز المواطنين في محافظة الحديدة وعندما رأينا هذا القصف حاولنا أن نلجأ وننزح إلى محافظة آمنة وفي سوريا قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مروحية تابعة للحكومة السورية أسقطت برميل متفجرة على مناطق تسيطر عليها المعارضة في جنوب غرب البلاد خلال هذا الأسبوع في تصعيد لهجوم شاملة حتى الآن قصفا مدفعيا مع استخدام للقوة الجوية وقال المرصد أن مروحيات أسقطت أكثر من 12 برميلا متفجرا على أراضي خاضعة لسيطرة المعارضة شمالي شرقي مدينة درعة مما تسبب في أضرار المادية دون خسائر بشرية هذا وكانت واشنطن قد حذرت من أنها ستتخذ إجراءات حازمة ومناسبة ردا على انتهاكات الحكومة لاتفاق خفض التصعيد والذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا العام الماضي بهدف احتواء الصراع في جنوب غرب البلاد وفي العراق أيدت المحكمة الاتحادية العليا قانونا يجب إعادة فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو آيار لكنها قضت بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبشمرقة وكان البرلمان قد أقر قانون إعادة فرز الأصوات بعد تقرير للحكومة رصد وقوع انتهاكات جسيمة كما ألغى البرلمان بعض النتائج مثل أصوات المقيمين في الخارج والنازحين من خلال تعديل قانون الانتخابات هذا الشهر ويؤيد قرار المحكمة الاتحادية العليا عملية إعادة الفرز التي عارضتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبعض الأحزاب التي حققت مكاسب كبيرة في هذه الانتخابات ويواجه العراق حالة من الالتباز السياسي بعد الانتخابات التي شهدت تراجعا كبيرا في نسبة الإقبال على تصويت واتهامات بالتزوير وأن الإلغاء هذا الذي جاءت به المادة 3 موضوع الطعن للأصوات التي جاءت بشكل سليم وموافق للقانون سواء داخل العراق أو خارجه يشكل هدرا لهذه الأصوات ومصادرة لإرادة الناخبين في تلك المناطق وهذا ما يتعارب مع أحكام المواد 14 و28 أولا من الدستور وفي الشأن الكوري أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية خلال هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتفقت على تعليق تمارين عسكرية مشتركة إلى أجل غير مسمى بهدف دعم المفاوضات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية وقالت المتحدثة باسم البنتاجون دانا وايت في بيان صحفي إنه من أجل دعم تنفيذ نتائج قمة سانغافورة وبالتنسيق مع جمهورية كوريا علق وزير الدفاع ماتيس تمرينات محددة إلى أجل غير مسمى ووضح أن القرار يشمل مناورة فريدوم جارديون ومناورتي تدريب في إطار برنامج التبادل للبحرية الكورية كان من المقرر تنظيمها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وتطالب كوريا الشمالية منذ زمن طويل بوقف هذه التدريبات التي تعتبرها تمرينا على اجتياحها وغالبا ما ردت عليها بيونج يونج في الماضي بإجراء تدريبات عسكرية من جهتها أيضا مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على روسيا خلال هذا الأسبوع بسبب احتلاش بجزيرة القرم الأوكرانية لعام آخر وذلك حتى الثالث والعشرين يونيو 2019 وفقا للبيان الذي نشر على موقع الاتحاد فإن العقوبات تتضمن حظر استراد المنتجات من شبه جزيرة القرم وحظر الاستثمار هناك بما في ذلك شراء العقارات وتمويل الشركات إلى جانب حظر تصدير بعض الصلاع والتكنولوجيا إليها خاصة ما تعلق بمجالات الطاقة والنقل والاتصالات والتنقيب عن النفط والغاز والمعادئ الاتحاد الأوروبي أكد في بيانه دعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها من جانبها أو من الجانب الأوكراني وقع أيضا الرئيس الأوكراني بيترو بوراشينكو خلال هذا الأسبوع على قرار مجلس الأمن القوم والدفاع بفرض عقوبات على ثلاثين كيانا قانونيا وأربعة عشر شخصية روسية بينها مؤسسات ومنظمات وأحزاب شاركت في إعداد وإجراء الانتخابات غير القانونية لنواب مجلس الدوم الروسي في شبه جزيرة القرام المحتلة قائمة العقوبات الأوكرانية المحدثة تشمل ألف وسبعمائة واثنان وستون فردا وسبعمائة وست وثمانين كيانا قانونيا من الاتحاد الروسي هذا وكان مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني قرر في الحادي عشر يونيو فرض عقوبات جديدة على روسيا بالتزامن مع تلك التي فرضتها الولايات المتحدة ضد كيانات شاركت في تطوير برامج الفضاء السيبراني لصالح الاستخبارات الروسية وفي شبه جزيرة القرام حملة مداهمات أخرى من جانب روسيا خلال هذا الأسبوع ضد التطار في القرام المحتل حيث قامت أجهزة الأمن الروسية بمداهمة منزل المواطن التطاري يونس سيتيمورف في مدينة ستاري كريم بشبه جزيرة القرام المحتلة وذلك في السادسة وأربعين دقيقة الناشط الحقوقي التطاري مصطفى سيدليايف أكد أن عملية المداهمة والتفتيش التي جرت خلال هذا الأسبوع تمت بطريقة غير قانونية بحيث لم يقدم المعنيون أي وثائق بخصوص هذه العملية من هي الجهة التي قامت بالتفتيش وعلى أي أساس لا يوجد أي محضر أو أي وثائق أو حتى تصريح بالتفتيش قاموا بتصوير غير قانوني لجميع الأشخاص الذين جاءوا لدعم هذه العائلة وحول هذه القضايا صرح الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في افتتاح الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جناف خلال هذا الأسبوع أن نشطاء حقوق الإنسان وخبراء من الأمم المتحدة فشلوا بعد محاولات عدة الوصول إلى أراضي شبه جزيرة القرام التي ضمتها روسيا وأضاف أن روسيا أدرجت في قائمة الدول التي ترفض أو أدرجت في قائمة الدول التي ترفض التعاون مع خبراء الأمم المتحدة المستقلين لقد طلبنا مرارا من الاتحاد الروسي ضمان وصول خبرائنا إلى شبه جزيرة القرم المحتلة وفقا لقرار الجمعية العامة المحاولة الأخيرة كانت عندما حاول خبرائنا المتخصصون في قضايا التعذيب زيارة القرم روسيا لا توافق على قراراتنا لكنها في الوقت نفسه تدرك أن شبه جزيرة القرم يجب أن تكون ضمن مجال المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وفي مسألة السجناء الأوكراني لدى روسيا أعلن رئيس البيعثة الأوكرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة فولوديمير يلتشينكو أن أوكرانيا سلمت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيراس قائمة بأسماء السجناء الأوكراني لدى الكريملين مشيرا إلى أن الضغط على روسيا مستمر ولن يتوقف وفق لبينات مجموعة حقوق الإنسان الأوكرانية فإن عدد السجناء السياسيين الأوكرانيين في روسيا وشبه جزيرة القرم المحتلة يبلغ سبعون سجينا وسط الصراع الدامي في شرق أوكرانيا يتواصل الدعم الأوكراني والدول الشريكة للمتضررين هناك منطقة لوهانسك شهدت خلال هذا الأسبوع وصول نحو 40 طن من المساعدات الإنسانية من فرنسا في إطار مبادرات إنسانية الجيش الأوكراني في المنطقة قام أيضا بتسليم شاحنتين لدور المسنين والمؤسسات الطبية هناك التفاصيل في التقرير التالي في دار الإيواء الريفي عيشوا 120 شخصا مسنا إلى جانب أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة جاءت تمارا نيكولايفنا إلى الدار بعد كسر في مفصل لم تكن قادرة على المشي ولكن الأطباء استطاعوا علاجها نحن مسرورون جدا لدينا أناس لا يصعدون إلى الطابق الرابع أبدا وهذا جيد بالنسبة لهم تم تسليم 74 صندوقا محملا بالمساعدات الإنسانية من قبل الجانب الأوكراني في إطار المبادرة الاستراتيجية للقوات الموحدة إغاثة الشرق وقافلة المساعدات الأهم قدمتها جمعية خيرية فرنسية أريد اليوم أن أعطي هذه الشهادة إلى مدير الدار وسنواصل هذا العمل في المستقبل القريب سنذهب لأحدى المناطق المأهولة الأمامية في دار إيواء العجزة مصرورون بالمعونة الإنسانية فالمسنون بحاجة بالغة إليها كما يقولون دار الإيواء تأسست في عام 2005 الناس هنا بحاجة لمواد الحفاظ على الصحة المساعدات الإنسانية توفر المال وبهذا نتمكن من شراء ما نحتاجه المساعدات الفرنسية استفادت منها العشرات من المؤسسات والمراكز الصحية في مناطق السراع بشرق أوكرانيا لتغلب على العوائق في الظروف المائية شهدت منطقة الفيف غرب أوكرانيا منورات ميدانية وطاكتيكية لطلاب الأكاديمية الوطنية الأوكرانية خلال هذا الأسبوع التدريبات حضرها فريقنا الصحفي وعاد بهذا التقرير دمتري طالب في سنة الثالثة قرر أن يصبح عسكريا ليتابع نهج سلالته العسكرية ولقد عزز العدوان الروسي في شرق أوكرانيا اختياره لهذه المهنة تخطى دمتري العقبات المائية خلال التدريبات بنجاح رغم اعترافه بأن الأمر لم يكن سهلا أبدا قلقت بعض الشيء قبل أن اجتاز العائق المائي وذلك لأنها محاولة الأولى كما وأن اجتياز العائق المائي أصعب بكثير من القيادة على اليابسة لأنه يتطلب تقنية قيادة أعلى ومسؤولية أكبر تعلم ضباط المستقبل تحميل الآلات على العبارات العائمة واجتياز الحواجز المائية بين العلامات المخروطية المحددة هناك بعض الصعوبات بالطبع ولكن المهارات العملية التي حصلوا عليها ستساعدهم على فهم المادة وأنا متأكد من أنهم لن يرتكبوا هذه الأخطاء البسيطة في المرات القادمة هم يتعلمون القيام بذلك يرتكبون الأخطاء أثناء الترديب ليتجنبوها في الظروف الحقيقية ستستمر تدريبات طلاب سنة الثالثة في الأكاديمية العسكرية في الظروف الحقيقية لمدة أسبوع آخر في الرياضة وبعد أخذ ورد أصبح معروفا تاريخ ومكان إقامة المباراة النهائية لبطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل الأول بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وخصمه الروسي مراد قاسيه المنازلة المرتقبة ستجري في 21 يوليو المقبل بالعاصمة الروسية موسكو بمجمع الألعاب الأولمبية هذه المعلومات أكدتها الشركة المروجة للبطل الأوكراني للتذكير فإن هذه المنازلة كان من المقرر إجراؤها في المملكة العربية السعودية قبل أن تؤجل بسبب إصابة الملاكم الأوكراني والذي رغم رفضه في البداية إقامة النزال في موسكو إلا أنه عاد وأكد استعداده لمواجهة قاسيه في أي مكان نبقى في الرياضة حيث أعلن ريال مادريد الإسباني رسميا تعاقده مع حارس مرمى نادي زوريا لوهانسك والمنتخب الأوكراني أندري لونين لستة مواسم مقبلة وفق ما ذكر الموقع الرسمي للنادي الملكي هذا وبلغ عقد لونين صاحب التاسع عشر ربيعا تسعة ملايين يورو هذا ولعب لونين أربعين مباراة في الدور الأوكراني الممتاز وشارك لأول مرة مع المنتخب الوطني الأوكراني في المباراة الودية ضد منتخب السعودية وبعد أدائه المثير في مباراة زوريا لوهانسك وأتليتيكو بيلباو في الدول الأوروبي تم اختياره في فريق الأسبوع ومن المرتقب أن يكون لونين الحارس الثالث في ريال مادريد حيث سيخلف ابن المدرب السابق زين الدينزيدان لوكو انتقال لعب الأوكراني لونين إلى ريال مادريد يعتبر الحادث الرئيسي لسوق الانتقالات الأوكرانية خلال هذا الصيف السيل البشري فيلم وثائقي جديد عن اللاجئين جرى عرضه خلال هذا الأسبوع في العاصمة الأوكرانية كيف مؤلفها الرصام والمصور والناشط الاجتماعي الصيني أي فيفي زار عشرات الدول وتعرف شخصيا على مئات الأشخاص الذين أجبرتهم الظروف على مغادرة بلادهم عرض هذا الفيلم القصص والمشاكل التي واجهها اللاجئون في الأماكن الجديدة نتعرف على تفاصيل أكثر في التقارير التالي السيل البشري هو قصة واقعية ويعرض هذا الفيلم الصعوبات التي يواجهها اللاجئون في البلد الجديد إذ أن 85% منهم يعيشون في البلدان المنخفضة أو المتوسطة الدخل مثل أغندا ولبنان وباكستان صور الفيلم في 23 بلدا وأربعين مخيما للاجئين وهو يعرض للعالم وجوه البشر ومعاناتهم وهذا يؤثر أكثر من الأرقام المجغدة يبلغ عدد اللاجئين في العالم 68 مليون ونصف المليون نصفهم من الأطفال وأغلبهم من أبناء سوريا وأفغانستان وجنوب السوداني والصومال وميانامار يوجد في أوكرانيا اليوم حوالي 7000 لاجئ وحوالي 2300 إلى 2400 شخص مؤترف بهم كلاجئين وما يقرب من 700 شخص حصلوا على حماية إضافية وأربعة ألاف آخرون موجودون الآن في مراكز مختلفة ذكرت الأحداث الجارية على الشاشة إليانا بقصتها الخاصة فهي فرت من سوريا إلى وطن والدتها التي عاشت قبل الاحتلال في مكيفكا وأجبرتها الأحداث في الدنباس على البحث عن مأوى لها في العاصمة الأوكرانية تقف الفتاة اليوم بثقة على قدميها ولقد أسست مدرسة لتعليم اللغة وتقول أن ذلك ما كان ليتم لو لا دعم الآخرين ليس من المهم فقط هنا أن تقدم الخبز والماء أو شيئا آخر للإنسان وإنما تحتاج للثقة أي لكي يشعر الإنسان في المكان الجديد أن الناس من حوله لا يتقبله كلاجئ من سوريا أو من الدنباس وإنما كإنسان لديه إمكانيات وموهبة وروح وهذا يعطي دفعة كبيرة للشخص ليبدأ حياته من جديد جرى العرض الأول لفيلم السيل البشري في اليوم العالمي للاجئين في ثلاث مدن أوكرانية هيكيب وخاركين واسلابيانسك أعلن مجموعة من المطورين والمخترعين بمنطقة أوديسا الأوكرانية عن اختراع طابعات ثلاثية الأبعاد فريدة من نوعها ولا يوجد لها نظر في العالم وفق تأكيده الطابعة تقوم بإنتاج سبائك السيراميك حيث يتعاون الأوكرانيون بنشاط مع الشركات الكبيرة والاستوديهات حول العالم كما يقومون أيضا ببيع معارفهم إلى الشركات الأخرى فريقنا الصحفي في أوديسا زار مصنع إنتاج المواد المطبوعة وعاد لنا بهذا التقرير فلنتابع ليس غريبا أن يكون سطح الطابعة ثلاثية الأبعاد مغطا بطبقة من المسحوق الأبيض إذ تقوم هذه الطابعة بطباعة مواد السيراميك بأي تصميم وشكل تعتمد هذه التقنية على أساس الطباعة باستخدام مساحيق السيراميك النفاف هذا يعني تغذية الموفق من الرأس والذي يزود بالإحداثيات المطلوبة في مسحوق النموذج ثلاث الأبعاد وعند هذه النقطة يتدفق المسحوق مما يقود إلى إنشاء طبقات عدة حتى الوصول إلى النموذج النهائي وفقا للمصممين فأن هذه الطابعة ثلاثية الأبعاد تستخدم في مجالات عدة تستخدم هذه التقنية في عدة مجالات كالتصميم والطريران والصحة ففي غضون ثلاث ساعات يمكنك طباعة إما تصميم جاهز أو نموذج هكذا تحاول الطابعة نموذج حاسوبيا إلى تصميم مصغر للمدرج الروماني القديم بعد أن قمنا بتنظيف نموذج تصميم المدرج من الغبار الزائد يبقى أن نعرضه للحرارة ثم نغطيه بطبقة شفافة هناك خط إنتاجا منفصل يتضمن مختلف تصاميم الحلي الزخرفية والهدايا التذكارية حيث يطلون ويغطون بطبقة شفافة يمكن أن يغطى المنتج بطبقة شفافة كأي منتج مصنوع من السيراميك وكذلك يمكن أن يطلب الديهان تستخدم طابعة المنتجات الفريدة في استوديوهات التصميم الصغيرة وكذلك في الشركات الكبيرة نحن نتعاون مع شركة جنرال إلكتريك التي تستخدم قوالب السيراميك لصب المجارف والطوربينات بالإضافة إلى طباعة بطانات السيراميك لشفرات الطوربينات ولدينا أيضا مشروع مشترك مع شركة كوكاكولا يتعلق بالمنتجات المصنوعة من السيراميك والتي تحمل طابعا زخرفيا تباع منتجات الطابعة ثلاثية الأبعاد على نطاق واسع وكذلك يزداد الطلب على الطابعة ذاتها حيث بيع أكثر من عشرة طوابع لدول أوروبية بحجم منزل من خمسة طوابق ارتفعت بالونات لتزين سماء مدينة لوتسك الأوكرانية وذلك في مهرجانها السنوي خلال هذا العام والذي جمع محتلفي ومحبي السباحة في الفضاء وسط مشاعر مختلفة نقولها مراسلنا في مدينة لوتسك ضمن التقرير التالي الإقبال الواسع على خوض تجربة الطيران بالمنطاد دفع المنظمين إلى غلق أبواب التسجيل قبل بداية المهرجان فلم تعد هناك مقاعد شغيرة أخاف جدا من المرتفعات لكن بالنسبة لي هذه اللحظة مثيرة جدا وأعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام حيث أخطط للتغلب على الخوف وهذا سيكون أمرا عظيما من يطير معك؟ أنا وزوجي إلى جانب شخصين آخرين والطيار الذي آمل أن لا يقفز ينفخ في هذه البالونات التي تم جربها إلى لوتسك من العاصمة كييف الهواء الساخن تحضيرا للطيران هذا البالون بسعة 3000 متر مكعب وذلك بـ 4000 متر مكعب أو 4200 وهي تستوعب المزيد من الركاب فإذا كان هذا يتسع لأربعة أشخاص فذلك لخمسة أو ستة أشخاص تطير هذه البالونات مرتين في اليوم عند الفجر وعند غروب الشمس حيث يعتبر المختصون أن هذا التوقيت مثالي لمثل هذه الرحلات الجوية والتي يتم تنسيقها مع الجيش الوطني بحيث لا يزيد مستوى الطيران عن مدينة لوتسك 800 متر ويتم تعقب حركة البالونات من خلال نظام جي بي اس الارتفاع الآن 260 متراً بسرعة 7 كيلومترات في الساعة قيادة هذه المركبات يقوم بها محترفون يتم تقييمهم كل عامين من قبل لجان خاصة بما فيها اللجان الطبية ولهم نفس مواصفات طيارين مقاتلات الحربية أنا على مدار 26 عاماً أقوم بالطيران لذلك كل شيء سيكون بأمان إنه لأمر رائع خاصة في هذا الجو المشرق نوصل جميع خوض هذه التجربة مع هبوط المنطاد إلى الأرض أجواء احتفالية تصعب نهاية هذه الرحلة ختام حصاد هذا الأسبوع المزيد من الأخبار العالمية والأوكرانية تجدونها على موقعنا الإلكتروني uatv.ua كما يمكنكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر شكراً على حسن المتابعة والإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله شكراً على المشاهدة شكراً على المشاهدة